السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من قناة Master English أدخل الإنجليزية اليوم لح نكمل بالسلطة اللي كلكن عم تحبوها وكلكن عم تكتبوه اللي قديش عم تستفيدوا منا إن شاء الله لح نتعلم المزيد من الجمل اللي بنستعملها بحياتنا اليومية وبمحالفاتنا اليومية لح نتعلم أكيد كلمات وجمل أفضل نستعملها من غيرها واللي كتير تسمعوها بالمحالفات اليومية لح ساعدكن أكتر أيضا تعرفوا كيف فيكن تستعملوا أي جملة عم تتعلموها وتغيروا فيها لتستفيدوا منا حسب المواقف اللي أنتوا فيها إذن هيا لنبدأ أول جملة هي أريد استقجار شقة بغرفتين نوم في بوستن بدك تستقجار شقة غرفتين نوم في بوستن طيب أريد أريد لما بدك تقول أريد بتقول I want I want يعني مثلا أنا عم تتحدث مع أصدقائك وعم تقول لهم أنه أنا أريده أن أستأجر غرفة أو شقة بغرفتين نوم في بوستن I want هيدا رغبتك هيدا ما تريده I want إذا كنت أنت بمكتب عيقارات وعم تقل له شو طلبك عن شو عم تبحث فيك تقول I want وفيك تقول I'd like I'd like I'd هي اختصار لـ I would يعني I would أو I'd like وبعدين بعد وبعدين بعد want وبعد I'd like هنحط to I want to I'd like to إذن لما تتحدث مع أصدقائك ما تستعمل I'd like to لكن لما تتحدث مع مكتب العيقارات وتقول له شو طلبك تطلب شيء ما استعمل I'd like I would like أو I'd like وفيك أيضا تستعمل I want مش خطأ طيب استئجار استئجار يستأجر باللغة الإنجليزية معناتها rent إذن I want to rent أو I'd like to rent وشقة معناتها apartment لكن لأنه عم تتحدث عن أي شقة ما في شقة محددة بدك تستأجرها ولأنه apartment تبدأ بـ vowel sound أ أ لن نقول أ apartment بل سنقول an apartment إذن أ وأن نينيتهم أدوات للتمكير نستعمل أ مع الكلمات أو الأسماء التي تبدأ بـ consonant sound صوت ساكن أما أن مع الكلمات أو الأسماء التي تبدأ بـ vowel sound أصوات متحركة إذن apartment apartment أ هو صوت متحرك vowel sound apartment لذلك سنستعمل an an apartment I want to rent I want to rent an apartment فتأتي قبل الاسم باللغة الإنجليزية لذلك لحنقول two bedroom apartment ولأنه استعملنا two bedroom apartment تأتي قبل الاسم apartment لكن بعد أداة التنكير إذن لحنستعمل أ لأنه حنقول two bedroom هرجى أكتبه بخط أوضح إذن الجملة صارت I want to rent a two bedroom apartment بعدين في باستن إن في وباستن أو أي مكان آخر تحب تحطه أو منطقة أو بلدة أي شيء أو حتى الشارع إذن I want to rent a two bedroom apartment in Boston وفيك أيضا تقول I'd like to rent a two bedroom apartment in Boston طيب لنفترض إنك إذا كتستعمل فعال آخر في أفعال أخرى ممكن تستعملها مدلا من I want to و I I'd like to شو هنا فيك تقول إنك تبحث عن شبقة بغرفتين نوم فلحنقول بهذه الحالة I'm إذن يبحث معناتها search وباللغة الإنجليزية أيضا في phrasal verb هو look for ولحن نستعملها بصيغة المضارع المستمر present continuous إذن I am am هنا فعل يكون هو فعل مساعد I'm looking for إذا أنت متدئ بس احفظ الآن I'm looking for ما ضرور تفوت بتفاصيل القواعد لكن يلي بحب وشوي متقدم I'm هنا هي الفعل المساعد والفعل الرئيسي هو looking بالمضارع المستمر دائما في عنا فعل يكون وبعد الفعل الرئيسي مع ING إذن I'm looking for a two-bedroom apartment in Boston أو I'm searching for a two-bedroom apartment in Boston إنتهينا الآن من أول جملة لننتقل الآن إلى الجملة الثانية وهي أنا آسف لا أستطيع مساعدة إذن باللغة الإنجليزية مثل ما بتعرفه في عنا formal وinformal English عنا الإنجليزية الرسمية اللي بتتحدث فيها مع الأشخاص اللي ما بتعرفون أو اللي بدك تحترمهم مثل رئيسك في العمل والإنجليزية العامية والinformal اللي بتستعملها مع أصدقائي ينبدأ الآن بالinformal أنا آسف I'm sorry كلكم بتعرفوا I'm sorry لا أستطيع إذن يستطيع مثل ما بتعرفه عم نستعمل can للإستطاع I'm sorry I can ولأنه بدنا نقول بالنفي لا أستطيع لحنحط not بعد can cannot تكتب كلمة واحدة إذن cannot نكتبها كلمة واحدة فينا نقول can't كاختصار I can't مساعدتك help you I'm sorry I can't help you إذا بدك تستعمل لغة رسمية أكتر هايدي مش خطأ تستعملها بالمواقف الرسمية لكن لتكون رسمية أكثر فيك تستعمل I'm sorry أو my apologies I cannot assist you إذن assist بنفس معنى help I cannot assist you طيب مثل ما تحدثنا بدروس سابقة إنه لما نطلب شيء ما لما بدنا نستأذين أو لما نطلب طلب منقول can you please أو could you please طيب يا نور فينا نستعمل could هنا في هذه الجملة فينا نستعمل could بدلا من can ونضع أكيد not could not ملاحظة كتير مهمة فيك تستعمل could لكن المعنى سيتغير لما تقول I'm sorry I couldn't help you أنت تتحدث في الماضي إذن could هي الماضي لكان وبلا عديد من الأحيان لما نتحدث أو لما نسأل سؤال باللغة الإنجليزية وبدنا نكون مؤدبين نستعمل الماضي فنستعمل could و would بدلا من can و will إذن هنا إذا بدك تتحدث الآن لا أستطيع مساعدتك بتقول can't أو cannot لكن إذا بدك تتحدث عن شيء مضى إنك بالماضي ما قدرت تساعد بتقول could not I couldn't help you إذن الآن لننتقل إلى الجملة الثالثة اللي فيها ثلاث جمل إذن أول جملة أو أول مقطع من الجملة هي أنا متعب أنا متعب معظمكم قد تعرفوا هالتعبير I'm I'm طيب بالعامية كتير يستعملوا أيضا هيدا التعبير I'm beat إذا بدك تكون متقدم أكثر وتستعمل كلمة متقدمة لكن أيضا شائعة إذن هي متقدمة لكن مش إخر مرة استعملوها في القرن التاسع عشر بعدهم يستعملوها وأيضا شائعة فيك تقول I'm exhausted I'm exhaust I'm exhausted إذن I'm tired I'm beat I'm exhausted فيك أيضا تقول I can hardly keep my eyes open بالكاد I can hardly إذن بالكاد استطيع يعني I can hardly إذن هيد العبارة معناتها بالكاد استطيع I can hardly keep يعني إبقاء I can hardly keep my eyes عيناي open مفتوحتان يعني بالكاد استطيع أن أفتح عيناي إذن هول التعبير فيكم تستعملوها هيدا أكيد idiom لكن عم تتحدث قديش أنت متعب فيك تقول I'm tired I'm beat I'm exhausted I can hardly keep my eyes open كل صح أنا أنا ذاهب للنوم الآن I am going to go to bed now أنا ذاهب I'm going to go to bed و now يعني الآن إذن going to أول أو I'm going to هي لو حتى تتحدث عن شي أو خطط بمستقبل أوكي بالإنجليزية الرسمية أو لما يكون عندك انتحان ضرور تفرق بين I'm going to أو be going to و will لكن بالمحادثة بكتير من أحيان ما ضرور كتير تفرق بيناتهم وقد تسمعون هني عم يستعملوا وحدة منهم مرة من الأخرى لأن الآن عم نتعلم الإنجليزية بالمحادثات فما كتير عم نركز على القواعد اللي مطلوبة بالاختبارات الإنجليزية أو باختبارات القواعد إذن فيك تقول I will go to bed now كمان لا صح تستعمل I will go to bed now لكن أيضا تستعملوا أو تسمعوا I'm going to go to bed now وgoing to بالإنجليزية لحن تسمعوا ونعم يقولوا gonna gonna I'm gonna go to bed now I'm gonna go to bed now أو فيك تقول أيضا I'm going to hit the sack now إذن hit the sack هو idiom ويعني أيضا أنني سأخلد للنوم إذن فيك تقول I will go to bed now أو I'm gonna go to bed now وأيضا فيك تقول I will hit the sack now أو I'm gonna hit the sack now فكل هولي فيكن تستعملوهن لتقولوا أنا ذاهب للنوم الآن طيب الآن في عنا سأتحدث معك لاحقا يتحدث يعني talk ولأنه عم نتحدث بالمستقبل نحنقول I will أو فيك تقول I'm going to إذن I will واختصار I will هو I'll talk يعني يتحدث ومعك نستعمل to you I'll talk to you إذن ما منقول I'll talk you الضروري إنك تقول I'll talk to you ولاحقا يعني later إذا كنتوا متابعوني بدروسي تعرفوا إنه أيضا فيكن تستعملوا تعبير كتير بيستعملوا بالعامية والمحادثات اليومية وهي hit hit up the phrasal verb hit up I'll hit you up later فيك تستعمل هالتعبير أيضا إذن الآن وصلنا لنهية الدرس لحعيد قراءة الجمل لتعلم نيهون I want to rent a two-bedroom apartment in Boston I would like أو I'd like to rent a two-bedroom apartment in Boston فيك أيضا تقول أنا أبحث عن تستعمل I'm looking for أو I'm searching for a two-bedroom apartment in Boston أنا آسف I'm sorry أو my apologies لا أستطيع مساعدتك I cannot help you أو I can't help you أو حتى فيك تقول I cannot assist you لتكون لتكون عم تتحدث بلغة رسمية أكثر أنا متعب فيك تقول I'm tired أو I'm beat أو I'm exhausted إذن I'm beat I'm me أكثر أيضا فيك تقول I can hardly keep my eyes open بمعنى أنا متعب أنا ذاهب للنوم الآن I will go to bed now أو فيك تقول I'm gonna go to bed now أو I will hit the sack now أو I'm gonna hit the sack now سأتحدث معاقة لاحقا I will أو I'll talk to you later فيك أيضا تقول I'll hit you up later إذن هدا كان درسا اليوم بتمنى يكون عجبكن إذا استفدتم من هدا الدرس درجاءا شاركوه مع شخص حتى يستفيد معكن ويعمل خير وشكرا كتير لقلكون لحظم متابعتكن إذا حاببت تتعلم المزيد معي بنصحك تشار هدا الدرس وهدا أحلى درس لإليه وإذا أنت جديد أهلا وسهلا فيك لهذه الدائرة وتفعل زر الجرس ليصلك درسة أول بأول وتكون من أول مستفيدين إن شاء الله شكرا كتير لقلكون وبشوفكم إن شاء الله بالدرس المقبل سلام عليكم